ازاي تنشئ اكتر من حساب جيميل من غير ما يطلب منك رقم الهاتف وزي ما انتو شايفين اهو انا عملت اكتر من حساب وقدرت اعدل خطوة بتاعة رقم الهاتف على بقى اعلمك طريقة سهلة جدا تعمل بقى الحسابات دي بكل سهولة يلا بينا بالطريقة العادية احنا كنا بنيجي نفتح المتصفح بتاعنا اللي هو جوجل كروم وبعد كده بنكتب في السيرش بوكس هنا الجيميل تمام وبعد كده بدوس على اول هايبر لينك هيفتح معي الصفحة بالشكل ده بننزل تحت عند كلمة انشاء حساب وبعد كده هدوس عليها واعمل الاستخدام الشخصي هيبتدي بعد كده يطلب مني الاسم الاول فانا هكتب اي حاجة اهو تمام وبعد كده بدوس على التالي هيفتح معي المعلومات الاساسية بعد كده هكتب هنا اليوم والشهر هنا العام تمام وبعد كده هدوس على كلمة التالي بعد كده هيتطلب مني ان انا اعمل عنوان للجيميل بتاعي فانا هكتب مثلا اي حروف اهو اي ارقام وبعد كده هدوس التالي تمام وبعد كده هتطلب مني بقى كلمة المرور اكتب بقى اي حاجة زي ما انت شايف وبعد كده بقى هدوس التالي تمام هنظهر معاك بقى الصفحة دي ودي المشكلة اللي بتقف قدام الكل اللي بيطلب مننا رقم الهاتف ولو جيت دوست التالي هنا هيقولك انك لازم تدخل رقم التليفون بتاعك تعال بقى هنرجع لورا كده وهعلمك طريقة ازاي تعدي رقم الهاتف ده هنرجع تاني ونفتح المتصفح بتاعنا اللي هو مايكروسوفت اتج وهنجي فوق هنا في السيرش بوكس بتاعه هنكتب كلمة جيميل اهو وبعد كده هدوس على اللينك بتاعها وبعد كده هختار اول هايبر لينك معايا وادوس عليه هفتح معايا بالشكل ده هنزل تحت هنا عند كريات اكاونت وهدوس عليها واختار اول واحدة اللي هو اللي عمل الشخصي تمام وبعد كده هعمل البيانات بتاعتها في مسلا هكتب اي حاجة اهو في برضو اي حاجة وبعد كده هدوس على كلمة هينقل بعد كده هكمل المعلومات دي هكتب هنا مسلا اهو اي حاجة تمام وبعد كده هدوس على كلمة برضو بعد كده هختار عنوان البريد بتاعي هختار مسلا اول حاجة معنا اهو بعد كده هدوس على كلمة بعد كده بrai دخل الباسورد اللي انت عايزه. تمام وارجع عيده مرة كمان. تمام بعد كده دوس على كلمة بعد كده هاتلب منك انك تدخل ايميل ترجع له لو الاميل بتاعك اللي انت بتعمله ده مش عارف توصله. فاحنا هنا هندوس على كلمة تمام اهو كده اتعمل معايا هادس على كلمة تمام كده اعمل معايا هو من غير ما يطلب مني رقم التليفون هنزل تحت هنا وادوس اي اجري وبكده الاميل يبقى تنشأ معايا من غير ما يطلب مني الرقم الهاتف تمام كده يا جماعة وبكده يبقى الاميل تنشأ معانا اهو يا جماعة من غير ما يطلب مننا رقم التليفون ممكن بقى الطريقة دي تجرب بها تعمل تلات او اربع ايميلات في اليوم وترجع تجرب تاني في اليوم اللي بعد كده الطريقة ممكن تنفع مع ناس وفي ناس مش هينفع معها الطريقة دي بس الاغلبية هينفع معها والطريقة دي وهيقدروا ينشأوا ايميلات من غير ما يحتاجوا رقم التليفون وبكده يبقى احنا وصلنا لهاية الحلقة بتاعتنا اتمنى ناس كتير تكون استفادت من الشرح والشرح يكون بطرقة بسيطة وعجبكم ولو فعلا عجبكم ما تنسوش تعملونا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد